مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستدام وفق المرجعيات وجدد دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي مشيرا إلى أهمية دعم تجديد الهدنة التي راعتها الأمم المتحدة وتوسيع مكاسبها من جانبها أكدت ميليشيا الحوثي استمرار المشاورات مع السعودية برعاية عمانية بعد أنباء تحدثت عن توقف المفاوضات بين الطرفين ونفع عضو الوفد المفاوض عن الحوثيين حاميد عاصم الأنباء عن توقف المشاورات بين صنعاء والرياض لافتان إلى أن الحوثيين ليس لديهم المزيد من الخيارات في هذا الجانب فأما السلام الشامل والعوداء للحرب وقال إن جماعته رفضت طلب الرياض بخصوص المنطقة العازلة على الحدود اليمنية السعودية بعرض 30 كم وتوقعت مصادر حوثية حدوثا فراجة وشيكا خلال الأيام القادمة بناء على وجود مشاورات أو مؤشرات إلى إجابة السعودية لمطالبهم وهو ما سيتيح إلى الاتفاق والشروع في تنفيذ بنوده في السياق ذاته بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر جهود التواصل لحل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن والمستمر منذ ثمان سنوات وأفق وكانت الأنباء السعودية استعرض اللقاء في مدينة الرياض جهود التسوية السياسية والانفاوضات مع الحوثيين برعاية عمانية وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول انفاوضات للوصول إلى سلام مستدام وضعت المصادر أن الجانبين ناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل لحل سياسي في اليمن ودعم أمنه واستقراره وتنميته في سياق آخر اصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة الموقعة عدن حكما بتعليق العمل بقرار رفع تسعيرة الدولار الجمركي بشكل مؤقت إلى حين حضور رئيس الحكومة جلسات المحكمة وكانت المحكمة وجهت طالبا لرئيس الحكومة معين عبد الملك بالحضور إثر دعوى رفعها الصحفي فتح باللزرق والمحامي نزار أسرورو بإلغاء الجرعة السعرية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي وأقرت الحكومة مؤخرا زيادة في أسعار المشتقات النفطية والغاز بنسبة 30% ورفع الدولار الجمركي إلى 50% إضافة إلى زيادة تعرفة المياه والكهرباء كشفت مصادر مسؤولة عن تغيرات واسعة في الخطط والسياسات الحكومية للعام الجاري بناء على تطورات ناتجة عن توقف تصدير النفط جراء هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ النفطية في حضر موت وشبوة أشارت المصادر إلى توجه حكومي لترشيد النفقات وتقليصها ومراجعة بعض البلود المتعلقة بالرواتب والموازنات التشغيلية وموقف الاحتياطات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وكانت وزارة المالية وجهت بإغلاق كل الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي ووقف الصرف من الوفورات وإيقاف الصرف المباشر من الإرادات وتقييد المنح والهبات والتبرعات إضافة إلى الاقتصاد في النفقات في أمان الله اشتركوا في القناة